سنتناول اليوم درس المفرد والمسنة ينقسم الاسم من حيث العدد إلى المفرد المسنة الجمع المفرد هو كل اسم يدل على واحد أو واحدة واحد مذكر واحد مؤنس نشير إلى المذكر بهذا مثلاً هذا تلميز مجتهد نشير إلى المؤنس بهذه مثلاً هذه تلميزة مجتهدة المسنة هو ما دل على إثنين أو إثنتين بزيادة ألف ونون في حالة الرفع ويا ونون مكسورة في حالتي النصب والجر علامة الرفع الضمة أو الضمتين أن علامة النصب الفتحة أو الفتحتين أن علامة الجر الكسر أي أو الكسرتين أن علامات الأعراب الأصلية الضمة في الرفع الفتحة في النصب الكسرة في الجر مثلاً قلم أو قلم في الرفع تصبح في المسنة قلمان زهرة في النصب تصبح في المسنة زهرتين شجرة في الجر تصبح في المسنة شجرتين أعراب المسنة سنبدأ في الرفع مثلاً التلميزاني مشتهدان التلميزان هي مبتدأ مرفوع مشتهدان هي خبر المبتدأ المرفوع وكما نعلم علامة أعراب المسنة الألف والنون التلميزان مبتدأ مرفوع وعلامة رفع الألف لأنه مسنة مشتهدان هي خبر المبتدأ تلميزان مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مسنة أعراب المسنة المنصوب قابل تامر الصديقين كما نعلم قابل فع الماضن تامر فع المرفوع الصديقين هي مفعول به منصوب وعلامة النصب في المسنة هي الياء والنون المكسورة أعراب الصديقين الصديقين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مسنة سننتقل الآن إلى أعراب المسنة المرفوع والمنصوب يلاحق الولداني الهرتين يلاحق هي فاعل مدارة الولداني فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مسنة الهرتين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مسنة الولداني فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مسنة الهرتين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مسنة أعراب المسنة المجرور سلمت هندو على المعلمتين سلمت يافع الماضي سلمت يافع الماضي هندو فاعل على حرف جر معلمتين اسم مجرور وعلامة الجر في المسنة هي الياء والنون على حرف جر يجر ما بعده المعلمتين اسم مجرور بحرف الجر على وعلامة جره الياء لأنه مسنة خلاصة درسنا لليوم إذن المفرد هو ما دل على واحد أو واحدة مثلا شجرة تفاحة المسنة ما دل على إثنين أو إثنتين شجرتين تفاحتين علامات إعراب المسنة الألف والنون في حالة الرفع مثلا يرافقه حارس حارس هي فاعل مرفوع تصبح في المسنة يرافقه حارسان بزيادة الألف والنون الياء والنون مكسورة في حالتي النصب والجر مثلا في النصب غرست شجرة شجرة هي مفعول به منصوب تصبح في المسنة غرست شجرتين في الجر وضع الألعاب في السلة السلة اسم مجرور تصبح في المسنة وضع الألعاب في السلتين